دايما في السينما بيصوروا العلاج بالصدمات الكهربائية على إنه أبشع أنواع العلاج وبيكون وسيلة للتعذيب أكتر من إنه مجرد علاج عادي حتى في الأفلام المصرية القديمة زي فيلم خلي بالك من عقلك بتعادل إمام وشريهان لما كانت شريهان بتعاني من مرض نفسي وكانوا كل شوية بيحطوها لجلسات علاج بالكهرباء وكانوا مصورين النوع ده من العلاج على إنه وسيلة تعذيب أكتر من إنه وسيلة علاج وغيره من الأفلام اللي تربينا عليها وعرفنا من خلالها إن العلاج بالكهرباء وسيلة مؤلمة جدا في العلاج وتحس إنها كمان مش فعالة لحد الناس ما بقوا مقتنعين تماما إنها وسيلة علاج سيئة وبيرفضوا الحديث عنها بشكل نهائي فهل معلوماتنا عن العلاج بالكهرباء؟ معلومات صحيحة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من فرماستان العلاج بالصدمات الكهربائية هو أحد أنواع العلاجات اللي بتستخدم لمرضى النفسيين اللي ما بيظهروش أي استجابة لأنواع العلاج العادية ولما بيتم تطبيقه مع أحد المرضى بيكونوا استنفذوا كل وسائل العلاج التانية والمريض ما يكونش حصل له أي تحسن أو أي استجابة ولما بيتم تطبيق العلاج لأول مرة بيكون موجود حوالين المريض فريق طبي متكامل كل واحد منهم ليه دور مختلف عن التاني أولهم طبيب التغدير اللي بيدي للمريض جرعة محددة وضقيقة جدا من البنج قبل بدء العلاج بالكهرباء وبيكون موجود كمان الطبيب النفس اللي بيبدأ جلسات العلاج بالكهرباء مع المريض وبيكون معهم ممرضة بتساعدهم على أداء وظيفتهم على أكمل وجه طيب هل الاي سي تي أو العلاج بالصدمات الكهربائية مقلم وبيعذب زي ما الأفلام بتصور لنا؟ في سنة 1975 كان فيه فيلم اسمه وان فلو اوفر ذا كاكوز ناست صوروا فيه العلاج بالصدمات الكهربائية بصورة باشعة جدا وبعيدة كل البعد عن الحقائق العلمية ونتيجة للنوع دا من الأفلام الناس بقى عندها تصورات كاذبة عن العلاج بالصدمات الكهربائية لدرجة ان فيه ناس بتعتبروا نوع من أنواع التعذيب وملوش أي علاقة بالعلاج الطبي المخرجين وصنع الأفلام ما يفرقش معهم أي حاجة غير إن الفيلم بتاعهم يبيع ويكون فيلم درامي جميل لكن فكرة إنك ممكن تاخد معلومة من الفيلم وتصدقها وتطبقها في حياتك حتى لو كانت معلومة غلط دي حاجة ما تفرقش معهم نهائي زي مثلا فيلم الفيل الأزرق اللي بيوريك حاجات كلها كاذبة عن عقار الدي ام تي وعلشان نصحح مفاهيم الناس عن عقار دي ام تي الحقيقي عملنا حلقتين كاملين بعنوان مخدري فيل الأزرق دي ام تي ومخدري فيل الأزرق دي ام تي الجزء التاني ممكن يظهرولك فوق أو حتى في صندوق الوصف تحت الفيديو بس ده مش موضوعنا تعالوا نرجع لموضوعنا الأساسي هل العلاج بالكهرباء مؤلم؟ الإجابة بكل بساطة لأ العلاج بالكهرباء مش مؤلم لأنه مش وسيل التعذيب ولا وسيلة عقاب وكمان من ضمن التجهيزات اللي بيعملوها للمريض قبل ما يبدأ أول جلسة في العلاج بالكهرباء إنه بياخد بنجة عن طريق دكتور دخدير وإنه بياخد كمان مصر اللاكسنت أو باسط عضلات علشان ما يحصلوش أي مضاعفات أثناء العلاج والعلاج بالكهرباء بيستخدموه في علاج 100 ألف حالة سنوية من المرضى النفسيين في الولايات المتحدة الأمريكية ومصرح باستخدامه من قبل الجامعية الأمريكية للطب النفسي وبناء عليه قدمت الجامعات المهنية في استراليا وكندا والنمسا وهولندا وألمانيا والدنمارك إرشادات مهنية لاستخدام النوع ده من العلاج طيب إنت استخدموا العلاج بالكهرباء لأول مرة في التاريخ؟ سنة 1500 ميلادياً الطبيب السويسري اللي اسمه باركيلسوس قام بعمل نوابات كهربية في المخ باستخدام الكافور واستخدموا بغرض علاج الأمراض النفسية وأول تقرير طبي اتذكر فيه طريقة عمل النوابات الكهربية للمخ باستخدام الكافور كان في سنة 1785 وفي سنة 1934 قام عالم الأمراض العصبية المجري لديسلس جوزيف قام ببدء العصر الحديث للعلاج بالصدمات الكهربية باستخدام الكافور عن طريق الحقن العضلي ومع الوقت تم استبدال الكافور بمادة اسمها لعلاج مرضى في صوم الشخصية أو الليسكيزوفرينيا وبعدها في سنة 1938 قام الطبيب الإيطالي لوسيو بيني عرض مريض مصاب الشلل لسلسلة من النوابات الكهربية المتتابعة ونتج عنها استجابة علاجية ناجحة وبعد سنة واحدة من التجربة العلاجية النكحة دي تم تقديم النوع ده من العلاج لجمعية الطب النفسي الأمريكية لكن بالسبب عدم تقدير الجرعة الكافية اللي بتتاخد في البنج وعدم معرفة كمية جرعة التحفيز الكهربي اللي الجسم محتاجها كان بيحصل أيامها شوية مشاكل زي حدوث استرخاء في العضلات وتكسير في العظام وفوجدان في الزاكرة وفي سنة 1940 تم تطوير مادة الكيرار لاستخدامها في استرخاء العضلات أثناء العلاج بالنوابات الكهربية وفي الوقت ده كان البديل الوحيد للعلاج بالصدمات الكهربية هو العلاج بصدمات الإنسولين وبعدها بكم سنة تم تطوير مادة اسمها استخدموها هي كمان في استرخاء العضلات طيب إزاي منجهز المريض علشان يستعد الجلسة علاج بالصدمات الكهربية قبل المريض ما يتعرض للعلاج بالصدمات الكهربية لازم الأول يخضع لبعض الفحصات أول حاجة لازم نعرف التاريخ الطبي الكامل للمريض يعني الأمراض اللي جات له والأمراض اللي خف منها والأدوية اللي خدها والأدوية اللي بطلها ودرجة التحسن والتدهور في كل مرض رقم اثنين فحص جسدي كامل للمريض خصوصاً القلب والرأتين رقم ثلاثة تقويم للحالة النفسية للمريض رقم أربعة عمل تحاليل دم واختبارات رقم خمسة عمل مخطط كامل للقلب أو رسم قلب أو ECG للتأكد من كفاءة وصحة القلب رقم ستة التأديل الجيد وحساب جرعة البنج اللي المريض حياخدها لتجنب حدوث أي مضاعفات رقم سبعة إعطاء باصة عضلات للمريض لاسترخاء العضلات قبل التعرض للصدمات الكهربية رقم تمانية المريض بياخد الأدوية اللازمة ليه لو كان بيعاني من أي أمراض تانية طيب جلسة العلاج بالكهرباء بتتعامل إزاي؟ المريض بعد ما بياخد البنج وباست العضلات ويتعمل له كل الفحوصات والتحاليل اللازمة بييجي الطبيب المعالد بيضغط على زر الآلة المصدرة للطائر الكهرابي في المسارات الكهربية الموضوعة على دماغ المريض وده بيعرض المريض لصدمة كهربية بتستمر معاستين سانية وبعدها بيبدأ يتزايد النشاط الداخلي للمخ بدرجة كبيرة وبنتأكد من كده عن طريق إننا بنعمل مخطط كهرابي للمخ أو رسم مخ أو EEG وده بيوضح لنا النشاط المفاجئ المتزايد من بداية التعرض للصدمة الكهربية بيليه استواقف الخط يدل على انتهاء الصدمة الكهربية طيب لما بنتعرض لصدمة كهربية إزاي بتشتغل في المخ؟ لما أي إنسان بيتعرض للنوع ده من الصدمات بيحصل نشاط في بعض مكونات الجهاز العصبي المركزي وبتتأثر النواقل العصبية ومستقبلاتها والعوامل المغزية للجهاز العصبي كل الحاجات دي بيحصل لها نشاط بس بيحصل لها نشاط ليه؟ وإزاي؟ محدش يعرف لحد دلوقتي لأن الآلية المحددة لطريقة عمل الصدمات الكهربية داخل المخ مش معروفة حتى الآن لكن كل اللي نعرفه إن من ضمن النتائج اللي توصلوا لها بعد تعرض بعض المرضى للصدمات الكهربية زي مثلا الزيادة في انتقال حمض اسمه وبيحصل نقص لبعض مستقبلات الأفيون أو الأوبيويد رسيبتورز فلما عددهم بيقل بيحصل زيادة في تركيز المعودة الأفيونية اللي بتتفرس في جسمنا بشكل طبيعي اللي اسمها اندورفنز ووجود الكميات الزيادة دي بيقلل محدوث نعوبات الصرع والتشنجات وكمان تم استخدام بعض التقانيات الحديثة لدراسة الأثار الفيسيولوجية للعلاج بالصدمات الكهربية خصوصا في المناطق الأمامية والخلفية في الجزء الجابهي من المخ فوجدوا ان كل النواقل العصبية الموجودة في المخ بتتأثر بالصدمات الكهربية بما فيهم الأدرينالين والسيريطونين والدوبامين النوع ده من العلاق في الولايات المتحدة الأمريكية بيتعامل مرتين أو تلت مرات في الأسبوع الواحد لمدة بتتراوح من 3 ل4 أسابيع يعني المجموعة الكلي للجلسات بيكون حوالي من 6 ل 12 جلسة وطبعا عدد الجلسات بيختلف من حالة للتانية كل حالة على حسب الحدة بتاعتها وشدة الأعراض ومدى سرعة استجابة المريض للعلاج وبعد 6 جلسات تقريبا بنبدأ نشوف أول نتيجة للعلاج لكن التعافي النهائي بيحصل بعد مدة أطول من كده شوية وبعدها المريض بيبدأ ياخد بعض الأدوية لتجنب الإصابة بأي أمراض عقلية أو نفسية أخرى طيب إيه هي أصلا الأمراض اللي احنا منعالجها بالصدمات الكهربية؟ أول مرض هو وده نوع خطير جدا من أنواع الاكتئاب اللي بيصحبوا اضطرابات الانفصال عن الواقع وده لما بنفشل في علاجه بكل الطرق العادية وتوصل الحالة لأنها تفكر في الانتحار وتمتنع نهائي عن تناول الطعام فساعتها بنستخدم العلاج بالأي سي تي أو الصدمات الكهربية ولو حابب تعرف أكتر عن الاكتئاب وأنواع وأسبابه وكافية التعامل الصحيح مع مرضاه هتلاقي كل التفاصيل في حلقة بعنوان الاكتئاب هتظهر لك هنا فوق أو حتى في صندوق الوصف تحت الفيديو ثاني مرض بنعالجه بالصدمات الكهربية هي حالات الهوس الشديد اللي بتكون مصاحبة للطراب سنائي الكضب أو تالت مرض هو انفصام الشخصية أو الاسكيزوفرينيا رابع مرض اسمه كاتاتونيا وده مرض بيكون غريب شوية بيكون فيه نقص في الحركة أو حركات سريعة وغريبة أو عدم القدرة على الكلام ودي ساعات بتكون أعراض مصاحبة لمرض الفصام أو الذهان خامس مرض اسمه أو متلازمات الذهان الخبيثة سادس مرض هو الاكتئاب المصاحب لمرض رقم سبعة بيستخدم في علاج بعض الأمراض لزاول إعاقات الذهنية اللي بيعانوا بشكل مستمر من نشاط مزاجي مقاوم للعلاج وزي ما قلنا من شوية وحنكرر ونعيد تاني إن النوع ده من العلاج مش بيستخدم من فراغ يعني عمرك ما هتروح للدكتور تكشف الأول مرة وحيقول لك يلا بينا نقوم ناخد جلسة كهرباء الموضوع مش كده خالص العلاج ده بيستخدم لما المريض ما يظهرش أي نوع من الاستجابة لأنواع العلاجات التانية لا العلاج الدواء جاب مع نتيجة ولا العلاج النفسي السلوكي أو لما المريض يرفض أساساً إنه يتعالج فساعتها من استخدم العلاج بالإي سي تي أو الجلسات الكهربية وكمان بيتم استخدامه مع مرضى بلاغين الأكبر سناً اللي ما قدروش تحمله الأعراض الجانبية لباقي الأدوية النفسية وأحياناً بيتم استخدامه أثناء الحمل لتعجنب المشاكل اللي ممكن تحصل للجنين عن طريق الأدوية اللي الأم هتاخدها طيب حتى الآن مش شايفين أي مشاكل في العلاج بالجلسات الكهربية ولا هو وسيل التعزيد ولا وسيلة بشعة في العلاج ولا هو أصلاً مؤلم فهل ده معناه أنه مفوش أي أثار جانبية؟ العلاج بالجلسات الكهربية بالرغم أنه هو بشكل عام آمن هو بيعمل بعض الأثار الجانبية أول حاجة بيعمل تشوش والتشوش ده ممكن يستمر من بضع دقايق لبضع ساعات وساعتها المريض بيحس أنا مين؟ أنا فين؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا إيه اللي عمل فيه كده؟ وفي بعض الحالات الندرة التشوش ممكن يوصل لعدة أيام تاني حاجة بيعملها أنه بيعمل فقدان في الذاكرة وبالرغم أن دي حاجة نادرة جداً في الحدوث إلا أنها لو حصلت المريض بيرجع تاني لطبيعته بعد عدة شهور تالت حاجة بيعمل بعض المشاكل الجسدية زي الصداع والغثيان وبعض الألام في الفك والعضلات وطبعاً دي كلها حاجات بتتعالج بالأدوية رابع حاجة بيعملها أنه بيعمل مضاعفات طبية مع بعض الحالات وده غالباً بيكون نتيجة استخدام البنج زي مثلاً أنه بيعمل ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في معدل ضربات القلب ولو كان المريض بالفعل بيعاني من مشاكل في القلب ساعتها العلاج بالصدمات الكهربية هيشكل خطورة على حياته علشان كده قلنا أنه من ضمن التجهيزات اللي لازم المريض يعملها قبل ما يتعرض للصدمات الكهربية أنهم بيتأكدوا من كفاءة القلب والرقتين دلوقتي بعد ما عرفت كل حاجة عن العلاج بالكهرباء لسه شايف برضو أنه وسيلة بشعة في العلاج لو بدأت تبص له بصة مختلفة يبقى أنا كده عملت العلية وبكده أبقى حاولت أصحح بعض المفاهيم والخرافات اللي زرعتها فينا السينما والأفلام على مدار سنين حياتنا نشوفكو الحلقة الجاية لو المحتوى اللي منقدمه عاجبك وعايزنا نستمر اشترك في قناة فرمستان على يوتيوب وما تنساش تشغل الجرس حتلاقي المصادر تحت الفيديو حتلاقي معهم الأكاونت بتاعي على إنستجرام لو حابب تتابعني هناك بشكل خاص وكمان تقدر تدعمنا ماديا على بيتريون وحتلاقي لينك بيتريون تحت الفيديو مع الحاجات التانية السلام عليكم اشترك في القناة